بقى أنا جزء من استثمار الوقت بالنسبالي إن أنا عادت تابعت الاجتماع بتاع الأسبوع اللي فات بتاع الدكتور مصطفى مدبولي مع ممثلين الغرف التجارية في جمهورية مصر العربية والاجتماع ده أنا بشوفه واحد من أقوى وأهم من الاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي مع شهبندرات التجار يعني من الآخر كده الغرف التجارية دي رؤسائها هم شهبندر التجار بتاع كل حاجة على حدة عارفينتوا المصطلح بتاع الزمان يا شهبندر التجار هو فيه شهبندر التجار هو كان قاعد مع الشهبندرات وتكلم معهم الحقيقة ده اللي عجبني جدا في الاجتماع تكلم معهم بمنتهى الحزم خد بالي دكتور مصطفى معروف عنه أنه هو رجل هادئ الطباع دمت الخلق إلا أنه اللي كان واضح في الاجتماع بتاع الأسبوع اللي فات بجانب دماثة الخلق وهدوء الطبع هي الحزم والوضوح تاني الحزم والوضوح وده خطاب وطريقة وأسلوب جيد من الحكومة والجديد فيه هو الحزم عادة الحكومة ودكتور مصطفى بيكلموا بمنتهى الوضوح دي مش مختلفين عليهم لكن ما سألت الحزم واستخدام المصطلحات القوية في توجيه الكلام ده يمكن ما كناش معتدين عليه قوي ويمكن ده سببه الرئيسي فيما سبق أنه الحكومة كانت محتاجة أنها تعمل حاجات كتير ما كانتش في إيديها زي توفير العملة الصعبة أو تدبير العملة الصعبة داخل البنوك وده اللي أشار لي الدكتور مصطفى مدبولي المرة دي الدكتور مصطفى مدبولي قال الكلام ده بوضوح حازم قال احنا كان علينا حاجات وما كناش قادرين ان احنا نساعدكم في تدبير العملة دلوقتي العملة موجودة ودلوقتي التجار اللي مش هيروحوا ياخدوا الحاجة بتاعتهم من المواني هنصدرها بمنتهى الوضوح والحازم هنصدرها وبرضه بمنتهى الوضوح والحازم قال ليه بقى لانه النوع ده من التجار عاوزين يسيبوها كده ويستغلوا المسألة بتاعت فترة شهر السماح لعل سعر الدولار ينزل اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة جنيه لا لتلاتة او اربعة او خمسة جنيه كمان فهيقدروا يزودوا من هوامش ارباحهم وانا مش هسمح بدا ده كلام جميل تاخد رعاة تتفرجت فعلا بقى على الاجتماع من اول والاخر يعني عجبني جدا 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 وزي ما بقولك اظن انه ده اقوى وانجح اجتماع عقادة الحكومة مع الغرف التجارية او شهبندرات التجار هتيجي تقولي يعني تتمنى اجتماع تاني زي ده هقولك لا ليه لانه انا اتوقع انه بعد هذا الاجتماع نبدأ نشوف منحنى هابط في الاسعار زي ما وجه دولة رئيس مجلس وزراء مصر فلا يحتاج الاجتماعا اخر لانه لو يحتاج الاجتماعا اخر ده معناها ان الشهبندرات لسه حاطين في دماغهم ان احنا الشهبندرات واحنا سياد السوق وهنعمل على مزاجنا لكن هنا انا بكلمك على رئيس الحكومة وهو يتحدث من موقف القوة والثبات واليقين